ترجمة نانسي قنقر 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 حمز المثلوثي لحقيقة يستحق أن يكون حاضر يرجع للقائمة بالنظر للموسم اللي قدموا مع الزمالك وكمدافع محوري رأوا مش كضا يريمين كمدافع محوري عنده مكان لأنه لحقيقة كان من أحسن ملاعبية في الزمالك خذاء لقب نهاية الموسم الفارس يستحق أنه يرجع زاد خبرة كبيرة حمز المثلوثي تاريخيا عنده مكان في المنتخب الوطني التونسي صحيح كظاهر يريمين ولكن كنعولوا عليه مدافع ينجم يكون حاضر حتى أحق منه ملاعبية اللي لحقيقة مثلا ديلان برون مثلا اللي في فترة ما ديلان قاعد يلعب في جامعيته نحن نعم ديلان برون للاستحقق الفارس يدا ما مكنش موجود ممكن تعرض ليسابه ما نحكي عموما هو قاعد يتعرض لإصابة لكن دي ريكت بعد استاج لمتشلين بعده ويلعب مع فاليفه يعني خاتل الاستفاة ممكن نصب بهذا يصاب إخلاج مستاج وسط الجامعة في الويكان دي لعب مع جامعيته أساس لنا بالنسبة لينه برون اللي عادي حمز المثلوثي محور الدفاع عودت يان فاليري مع كشريدة على الجهة المي علي العابدي تبيع رقم واحد على الجهة اليسار معا رأيه أنه يكون الدبلور علي العابدي هو مرتضة من والناس يرجع الظاهير يسار لأنه ساعات صحيح ساعات يلعب في قسم باشا قدام في قسم باشا يلعب منه ومنه كل مرة في بلاصة يلعب معا مرتضة من والناس لأنه يجينا مشكلة في مركز الظاهير يسار صراح عودة مرتضة بن ويس كظاهير يسار يكون دبلور علي العابدي مهم جدا عليك عيب زادة من بين الأسماء اللي جات ومشيت وما فهمنيش عليش ومش حسب رأيه ممكن دفاعين هذوم الأسماء اللي رأهم يكونوا حاضرين الابقاء زادة واضح مزمنيش مبدلوا برشان يانو بين الوقت مباراة تابيجون ومباراة جنوب افريقيا راو قصير دفاعين مهم جدا حافظوا على الاستقرار طالبي مريح أكيد بش يكونوا حاضرين ممكن شكون بش يعاوذ الفرجان يساسي في منطقة وسط الميدان زادة حديث ممكن يوسف المساكي نجم يكون مش موجود ثم زادة امكانية عودة سيفالالتيف اللي بش يكون حاضر ثم إسابة اليس العاشوري يظهر لي أسليم أخر الأخبار يظهر يتعرض لإسابة أدريس الميزوني كيف كيف يمكن بش يكون موجود الآن أدريس الميزوني حتى في البرنامج كنت نحبذ كنت نحبذ وكنو حاضر سيفالالتيف يرجع العاشوري إذا كان إسابة ميش كبيرة نجم يرجع لأنه كان بش يرجع للقائمة علي يوسف زادة يظهر لي أصيب أنا عرشة إذا كان مجويني بش يرجع أو الله يظهر لي بش يرجع المنتخب الوطن التواصل مستعوني مرش على التغييرات نفس السؤال بش نواجهو لكم الكل دونك دو بريفيرونس ما تقصوش على بعضكم لكم متسعوا نفس السؤال هاي تفرض ذيك أنا بش نجاوبك في كلمة ما جاوبديش نفس السؤال ما يستحقكم ما يستحق يخرج أنا أكد لك اللي قيس العقوبي مش بش يعمل تغييرات كبيرة واحد ولا زوس بالقائمة اللي فات شكو أنت تتوقع يخرج وكو أنت توقع يدخل وغلا كما قالت هو كان فرجيني عنده دو كرتان ولا ونتصور زادة المساكن هذا هو ما ما يبشي عوضه دو كرتان وماتش باركة ممعطة مو الزوس إنه يكون ماتش يلعب ماش وغيب ماتش ولا لا يمشي للجهز أكثر بشعب الزوس حتى فرجيني المباراة اللي فاتت ظلي ما بديش من الأول تقريب آخر مباراة موجود في القائمة وما بديش من الأول مباراة ثانية مبديش من الأول لديش كتاب بش ما نحكيه وش عالية تنوحه ولا ما تنوحهاش لكن أنا قلت لك أنا القائمة ما هيش بيسير فيها برش تغييرات معتش كما هي المنتخب حتى بش ندخله في المردود إن شاء الله كما قال رفخي مقبل لك حسابيا على الوراق معتش بيها على الوراق نقول نشابه لبعضنا كما يجي نشتاع النوم روثين في الوضع الحال في الوضعي هذي خلنا في الدوت على خطر نعاود ونحكي وما هيش مربوطة بالليستة والمنتخب نبدأوا بالملاعب اللي عنا بالنوع البطولة اللي نخلطنا للشي اللي احنا فيه هذا كاكسوان مادي ولا معنوي الشي اللي خلطنا له احنا نقولوا ولينا بش نخلط ونرجعوا فوتنا عام السبعين بش نرجع مبتون كل شالا نترشحوا بتعلق نفس السؤال شكونت في رايك نجم يتزايد برابور اللي كان وشكون في رايك يخرج ما عندوش اضافة نجم سامي هلال كما قال انو بالنسبة ليانا يوسف المساكنية لازم يبقى في المنتخب لانو عندو ابور كبير سواء كان على الجوارات ولا حتى في القروب يوسف المساكنية معناتها كما ثابتة واذا تعرف كيفاش توظفه تنرجم تستفاد منه في المنتخب وينجم يعطيك البليش لابقية كل التغييرات ترى وحسب راييانا مش مش تكون كبيرة علاش لانك لازم ديما بنسبة سبعين فمانين بالمئة لازمك ديما والا حتى ستين بالمئة تخلي معناتها اقل شيء الاستاتيوم بتاع المنتخب دونك اه حسب راييانا معناتها التغييرات اه انا الوحيد اللي نشوفه مزال ينجم يقدم اذا تعرف كيفاش تستغله تعرف كيفاش توظفه سواء كان في الفيستير مع الجروب وإلا حتى في الملعب ويوسف المساكن ام فابت بالله انا نتصوره انه الحقيقة في القائمة هذي فماش برشة نجب تصير برشة تغييرات فيه يعني الوقت القصير بين المقابلة الإخرانية والمقابلة متاع الاسبوع القادم دونك اه اللي نشوف اللي نشوف الحقيقة المعاشي نجم من القدم الإضافة وحتى الإضافة متاعه نسبية هم المساكني و فرجيني دونك بالنسبة لي فرجيني والمساكني الحقيقة الجمهور التونسي مؤخرا نصبر عليهم برشة اه اخذو فرص كبيرة برشة دونك وقت اللي مساكني صورت وقت اللي حبي يجي المنتج حبي يجي وقت اللي وقت اللي معينوش دونك ما جيش وانا الحقيقة انا ملاعبي نحبه برشة وملاعبي كبير برشة لكن التوى ما نجمش نغفر له الحكاية متاعه وقت اللي الحكاية الإخرانية وقت اللي معمودة صار له حيش اللي يرفض برشة 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 عندهم سريبك في الرافض كيبش تحسبها هكي كتظايت او كل البطار كل تنحينه برشة 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 كعيب كيف كيف مع المثلوثي كظاهير ايمن بالنسبة للديوزاكسيو الحقيقة مبلاحة لين قايمين بلوجب متاع مكسوها مريح ولا طالبي ممكن اللي نشوف ونجم يلتحق بالمنتخب في فترة جاية حتى كان العمر متاعه متقدم هو جلاسي الحقيقة يقدم في جلاسي مش يلعب شلعب بجلاسي فيش يقدم نحكي على الفترة القادمة اما ماتش حسب مريتو انا كنت لعبنا المقابلة ودية ضده يعني وتابعته حتى سنة الفترة مع نجم مراذي ساحلي لحقيقة نحكي لك لا نحكي لك في الفترة بالنسبة للدفاع في الفترة القادمة اذا كان يواصل بنفس المردود كي مريتو في المقابلة اللي خنيني ضد النجم مراذي ساحلي ويتطور شوية حتى كان العمر متاعه متقدم ينجم يكون حل ما خطر فكالي تيمي بعدش برش على مريح لحقيقة وانا شوف جلاسي افضل من مريح لكن مريح خذاه بتات الحظ كان معه برشا في السنوات الاخيرة اما في الهنية في مرز ملاعبية نحن نحكي اليوم يعني حمزة بن عبداء ومالك الميلادي عمري ما سمعت اسمه في منتخب لكن مدافع مشارعلي مدافع الاتحاد المونسطير كيف كيف حتى الدفاع متاع المونسطير فولاد السلطاني زيت فول السلطاني متاع مدافع الايسر لكن هو في مدافع اليوم يقول هذا غير ملابع الاتحاد المونسطير كيف يكون ثلاثة اربعة عناصر والعناصر التي تغيرها مزيدة لا يوجد العناصر الأساسيين الذين يؤثروا في التركيبة يعني متاع اليونز تيتولير نمشيوا بفاصل عندكم إضافة على منتخب وليه هذا هو إضافة فقط أنني لاحظت وانو حكينا برشا عدي فاع على بعض العناصر وانو كنت حاضر في أبيجان واسليم رو فاما مشكلة حتى في الغيابات الهجومية المتخب الوطني التونسي يجب أن نحكيه على حلول هجومية لأنو مشكلة الأساسية قدام مش لتادي ايه هي في الناحية الهجومية وقت اللي أنت تلتجأ للتعويل على بلاي الماجري كمهاجم كلاسيكي هو تأكيد واضح وانو فاما مشكلة لنعرفوا بلاي الماجري قوتو عروات لي بالضبط عنا سنوات مشكلة كبيرة عمريفيت غاب هاي ثمجويني غاب ياساعد ليرا والماجري كتاع في الترجل عب برقم تسعر عمريفيت غاب ياساعد عمريفيت غاب ياساعد عمريفيت غاب ياساعد وانو فاما مشكلة يجب أن نلقوا الحلول لخط الهجوم الحقيقة باي نمشيوا فاصل قصير وبعض درجون كامل الجزء الأخير من حصائم تاعنا اليوم مجال سلام شكرا